السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الفيديو ده. هنتكلم ان شاء الله في فيديو ده عن لو حصل لي مشكلة في الانجيكتور وانا شغال بجوه البير. يعني انا بجوه البير. وفيه بجوه الانجيكتور وانا حصل لي مشكلة في الانجيكتور. المشكلة دي زي ما احنا عارفين ممكن تكون حاجة من حياة كتير ممكن تكون ممكن تكون تنشا ممكن تكون مشكلة مواتير ممكن تكون اي حاجة. يعني الانجيكتور فيه كزا حاجة من جوه. فممكن تكون اي حاجة من جوه هنا. فهيبقى اي الحل? طبعا لو نقدر يعني لو الموضوع ديسة شالو ديبس واقدر اطلع واحل المشكلة. طبعا يبقى احسن بكتير جدا. طيب لو ما اقدرش. احنا هنا بنتكلم عن حالة ان انا مش قادر اطلع بلاوته فولد وانزل على الارض كده واحل المشكلة والدنيا تبقى ايه? تمام. فدي الخطوات اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة. تانية حاجة هنتكلم لو انا عندي مشكلة فكرين. لو الوقت بتاع الفيديو جابناني. لو انا عندي مشكلة فكرين اعمل ايه? فنبدأ باسم الله رحمة ورح DDR كده? لو انا عندي مشكلة في الانجكتور والكولتيوب جوه اعمل ايه? شغلنا هيبقى متقسم برضو. زي الفيديو اللي فات ان انا عايز اعمل سكيور للريل، سكيور للانجكتور, سكيور للويل كن ترول، و بريكور 이리 برامترز. تمام كده? فنبدأ بسم الله رحمة ورحيم هيطلك اول حاجة وقفل انشكتور. تمام? وطبعا لو انا عندي هايقول لك كمل بومبنج. هنا تلاقي بيقول لك اوبشنال بومبنج فكمل بومبنج لو انا عندي مشكلة في ان انا خايف يعمل سيتلينج علي وسطك بالكول تيوب. بعد كده البرامتر زبقى مهمة جدا يا جماعة في الموضوع ده. يقول لك شوف انت شايل وزن قدية. وسجله. اول ما وقفت. والتراكشن فاليو تشوف انت معك تراكشن او حاطة تراكشن قدية. وبرضو وسجله. بعد كده هيقول لك اقفل. ولو ينفع اعمله. وبعد كده هيقول لك اعمل يعني كيانك بتعمل كده. اعمل عشان تقلل اللي انت كنت شايله ده اللي انت عملته هنا. افترض مثلا عشرين الف. اعمل له لحد ما يبقى زيره. واستنى عشر دقايق. كده انت بتعمل فانكشن تست دي يعني فانكشن تست. بتتأكد بتقوم بوظيفتها ان تقدر تشيل وزن الكل تيوب كله ولا لأ. لو انت استنيت عشر دقايق قلت الوزن تمامه والكل تيوب تمام يبقى كده الشايلة الوزنة بتاع الكل تيوب. بعد كده هيقول لك اعمل بليد للتراكشن سلندرز دولة تعمل لهم بليد من تحت الفوق بالترتيب. يعني بليد لأول سلندر من تحت لو هم تلاتة. بتعمل بليد لأول سلندر من تحت. وتستنى شوية بس كتشوف بيحصل الكويل كل بتزحلق من الاخر ولا لأ? وبعد كده اعمل للوسطانية وبعد كده اللي فوق. او كاين كان عددهم كامل. فكده احنا معناش في والكل تيوب الانجكتور نفسه. مش شايل اي وزن المواطين مش شايل اي وزن. ولا كقفل بزيادة امان لان هيبقى في واحد متشعلق فوق عند الانجكتور. ما ينفعش بقى موعتمد بس على فبقى فيله كمان الانجكتور كاينجكتور هو مش شايل باي حاجة. انت ولا شايل بيوزن ولا عامل بي تراكشن. ما تقدر تشتغل عليه بقى. يعني انا مشكلة عندك هي تعرف ايه انتحاول تحلها. طبعا المانيوال لوك. وهنا يقول لك حط الريل بريك. ماشي. واعمل الجنزير بتاعتك. واحط�� يعني هنا تقدر تاكتفج SP يمتلك يعمل اي حركة ثانية ويقول لك تقفل تعالي الانجكتر اللي هو من الاخر بطل しょنا زي ما احنا عارفين في بتدي الانجكتر ما ينفعش ان انا فك حاجة او اي خرطيوو في الانجكتر. وانا جايلي دعم مستمر من البومب. اللي هي في فعلا زي ما يبقى شفقة معايا اي ضغوط عشان اللي يشتغل ده نبقاش فيه ضغط في وشه. ونبدأ نعمل بعد كده يقول لك الانجكتور هل ينفع يتصلح وهو في مكانه. يعني المشكلة ينفع تصلح. لو لأ وده اسوأ حالة هيقول لك ساعتها اقطع كول تيوب. اقطع كول تيوب. غير الانجكتور. وبعد كده اعمل ستاب ان كول تيوب تاني. واعمل سبلايس. ده لو دابل فلابر تشيك فالف بيهولد. يعني لو دابل فلابر تشيك فالف بيهولد. تقطع كول تيوب امعلم. طلع الانجكتور منها. وبعد كده ادخل وعمل سبلايس. وحل مشكلتك. وطبعا ساعتها لازم تطلع بلاوت الفروض غير. خلاص يعني كده انت مش نفع تكمل اوبريشن انت لو ما عندك سبلايس مش نفع تكمل اوبريشن بيه. ده لو دابل فلابر بيهولد. طبعا الخطوة دي الوحدها ممكن نتكلم عنها صفحتين. هي طويلة جدا. خطوات القطع والاستبين والاستبعات والكلام ده طويلة جدا. بس احنا هنا باختصار بنقول اللي هيحصل. هنقطع هنغير الانجكتور هنعمل ده لو دابل فلابر بيهولد. طبعا هنطلع بلاوت الفولد. لو مش بيهولد هيقول لك اقطع بشير رام وقت البير. وبعد كده غير راحتك واعمل بقى. طيب لو اه وده بقى احسن حل او الانجكتور ينفع يتصلح في مكانه. ساعتها يقول لك صلحه وشغل الباور باك. ويتأكد عمل وبعد كده افتح شيل وشيل الجنازير. اكد ان موجود بس قبل ما تعمل الكلام ده. عشان ما تلاقيش عمل او نفشت منك. اتأكد ان رجع للوريجنال فاليو اللي انت كنت ما عمل لها قبل ما توقف هنا. يعني مسلا لو كان الف وخمسمائة بيس اي. اكد ان هما الف وخمسمائة زائد زود مسلا مية بيس اي ب الف وستمائة. وبعد كده يقول لك اعمل للهانجنج ويت كأنك بتعمل بلاوتو فول. اعمل للهانجنج ويت لانت كنت عامله هنا. ماشي لو كان عشرين الف مسلا زائد سيفت فاكتور تحط مسلا الف باوند زيادة. وبعد كده افتح دي هتبقى اخر خطوة معنا. وشوف لو في دامج على الكل تيوب تحتك ولا اشان لو ما حتاك تعمل لو في دامج لكل تيوب تعمل لو ما فيش دامج تقدر تكمل بتاعتك عادي جدا. هدول كده باختصار لو انا عندي مشكلة في وعايز صلحه. ده الخطوات. بتطمحور حوالي انا عمل عايز اعمل سكيور الانجيكتور سكيور الويل كونترول. وبريكورد برامترز. فوقف الانجيكتور. هعمل ريكورد دول اهم حكتين بالنسبالي. هقفل سليبرام. هريح وزن الكل تيوب كلها على سليبرام. وهعمل بليل من تحت الفوق الترتيب. وبعد كده اقفل وبعد كده اعمل سكيورد للريل عن طريق البريك والجنازير. وبعد كده ابطل عشان ببقاش فيه اي دعم لأي حاجة. كبريشارات يعني عشان عارف افك خلاطيني براحتي. وبعد كده لو مش عارف اغير احل مشكلة الانجيكتور. هقطع الكل تيوب وغير الانجيكتور. واعمل ده لو مش بيهولد اقطع بشير رام وقت البير. وبعد كده اشغل. وهتاكل تمام. افتح اعمل للريل. اشيل الانجيكتور بريك. ارجع بقى للبرامترز اللي انا كنت مسجلة هنا الاول. زائد طبعا. هنا ميت بيس اي مسلا هنا الف باوند. وبعد كده افتح ونكمل عادي جدا. فده لو معي مشكلة في انجيكتور. نيجي لحالة التانية. لو انا عندي بقى مشكلة في الكرين. لو الكرين حصل فيه فليور. ماشي الكرين بتاعك ايا كان المشكلة اللي حصلت فيه. حصل فيه فليور. اعمل ايه? الكرين فليور مشكله بتتقسم لتلاتة كاتيجوري تقريبا. هنتكلم عنهم دلوقتي. بس عشان بس تبقى متخيل الكرين ممكن يبواصلي تقريبا حاجة من تلاتة. فزبط ده في دنارك قبل ما نتقل. اول حاجة ماشي عشان زي ما قلنا. عشان في واحدة يطلع فوق يغير والكلام من ده. وعمل تعمل لريل. حط بتاعتهم هما اللي اتنين. وهنا بقى الكاتيجوري اللي همقنون عليها. ممكن يكون حصل لدامج الانجيكتور نفسه. بساعتها هنروح للخطة بتاعت سليح الانجيكتور اللي احنا قد نرسة بنتكلم عنها. طيب لو نخش للكاتيجوري التاني. ممكن يكون حصل لي دامج في. او الريزر او الريزر او البي او بي ممكن يكون حصل لي فيه دامج. ساعتها هنروح للكنتنجينسيي بلاي بتاعت البي سي ليك. سواء كان اباف البي او او بلو البي او بي. اللي احنا تكلمنا عنها. ممكن الكاتيجوري التاني بقى يكون حصل لي دامج في الويل هيد نفسه. تريس ماس تري نفسها حصل فيها دامج. فساعتها هيوللك طبعا اقطع ورمي. شين فهتعلق بقى خلص اقطع ورمي. طب لو لاا لو ما حصل ليش اي حاجة بالكاتيجوريز التلاتة دول ولكن ساعة تغير الكريم. ما تغير الكريم عادي جدا. ماشي وبعد كده تشيل اللي انت حطيتها. تفتح تأكد ان ما فيش دامج للكول تيوب. تقدر تكمل بتاعتك. حاجة بسطة جدا تأكد بس ان التلاتة دول ما حصلش فيهم دامج لو عندك مشكلة في الكريم. بتاعتك تمام. البي سي اي بتاعتك تمام. واللي هي التمام ساعة تقدر تغير الكريم وتكمل لو اي حاجة في تمام بتخش على خطة التورق بتاعتها وتتعامل. نكمل بقى ان شاء الله. نكمل اخر خطة معنا كولتيوب كولابس. كولتيوب كولابس يعني انا كولتيوب بتاعتي طبقت. كيانك مسك علبة عصير كده وضغطها بايدك طبقتها. ده بيبقى عشان الضغط الخارجي برا كولتيوب في الانيولاس ما بين او ما بين الكمبيلشن والكولتيوب اكتر ما بي اكتر من الضغط الداخلي بقيمة معينة. هي ممكن يكون مسلا كولابس بتاع كولتيوب اربعة تلاف بي اس اي. فبقى انت عندك خمس تلاف بي اس اي. وبومبينج بروشر الف بي اس اي. فيحصل لك كولتيوب بتطبقت. طب لما كولتيوب بتطبق ايه المشكلة اللي هتحصل لنا? اولا شافي ده مش هيعمل سيل حوالين كولتيوب لانهو بيعمل حوالين كولتيوب وهي بكتره منتظم والكتره معينة. الوقت انت كولتيوب دي تطبقت. فهو مش يعمل لك سيل حواليها. دي رقم واحد. رقم اتنين مش تعرف اصلا بتطلع منه في الغالب يعني. مش تعرف تطلع من الستريبر هنا. عشان معمولين على معينة. فلو انت لما تطبقت بيت اكبر مش تعرف تعدي منه. دي حاجة. الحاجة التانية الانجكتر في الغالب مش يعرف يمسك حوالين كولتيوب دي. لان الجريبر بلوكس بتمسك حوالين معينة. فلما تيجي انت تطبق مش عارف يمسك حوالين ده. رابع حاجة البي او بي مش يعرف لا يعمل بايب رام حوالينها. يعمل سيل حواليها. ولا يمسكها حتى بالسليب رام. فانت كده تقريبا من كل حاجة بزت. طب مشكلة كبيرة كولتيوب مشكلة كبيرة جدا. ومن اكبر مشاكلة ان عشان تحلات ان تقتل بير. فمشكلة من الصغيرة متستهون شوية. فاحنا قلنا بتحصل لما الضغط الخارجي بيبقى اكبر من الضغط الداخلي. فاول حاجة عشان نحلها هيقول لك زود الضغط الداخلي. زود المبنج بريشور. ماشي يا عن طريق انك تزود البومبنج جريتز. هي اول حاجة. تاني حاجة هيقول لك عشان تقلل الضغط الخارجي. يبقى انت كده زودت الضغط الداخلي وقللت الضغط الخارجي. اللي هي عكاست الاسباب اللي بتعمل لك كل لابس اصلا. طبعا ده لو الظروف تسمح في الحال تاني. وبعد كده هيقول لك نعمل تمام? طبعا انت الجزء اللي كله تمام. لازم يكون تمام لانه ما عندهش اصلا ضغط خارجي انت في الهواء في الطل. هيقول لك وحط يعني نزل الجزء الكلابس ده تحت عشان لما نجي نقفل في الخطوة دي يبقى قدام حتة مصورة نظيفة. نعرف نقفل عليها بالباي برام وبالسلي برام. ويعمل ما نيولك. وبعد كده هيقول لك حط بقى الريل بريك والجنزير والانجيكتور بريك عشان تساكير تعمل سكيور. وبعد كده هيقول لك اقتل بير ودي اسوأ خطوة في الكلابس يا جماعة انك لازم تقتل بير. وهتقطع الكل تيوب فوق الانجيكتور. وبعد كده هتعمل الخطوطين دول مع بعض. اللي هو تبدأ بقى تفتح وتعمل بلاوتو فول. في الغالب مش تعرف تعمل بلاوتو فول بالانجيكتور لجزء كولابس دي. فسعتها هنعمل بلاوتو فول بالوينش نفسه. هتجيب وينش تاني تحط بقى كلمبات. تبدأ تطلع وتقطع تبدأ تطلع لحد ما الوينش يجيبك وبعد بقى تقطع وتمسك تاني بكلامب وتطلع وتقطع لحد ما الوينش يجيبك. طبعا خطوة طويلة وربنا ما يكتب على حد يعني. فنعمل الاتنين دول مع بعض. هنطلع بلاوتو فول. ونقعد نقطع بقى بالكلام ده كله. لحد ما يبقى خلاص. لحد ما تبقى قطعت الجزء كولابس الكل والجزء اللي طالع معك جزء مصورة مضيفة. ساعتها تقدر تشيل تعمل بلاوتو فول وتكمل وتطلع بقى على ما تغير بتاعت البير او تشوفها تعمل ايه. فاما حاجة عندي الخطوتين دول زي ما قلنا برضو ممكن تعمل فيهم كاملين من كتر خطواتهم. عشان تبقى بترتيب بقى كلمب وتقطع وتعمل كلمب تاني تحط كلمب فوق فوق حوار يعني حوار حوار. فبيبقى جزء كبير. بس هنا احنا بنتكلم بالختصار اللي يخصنا عشان نبقى فاهمين اللي بيحصل لكن خطواته دي مع الرجل اوبريتور حسب الشركة هو بيعملها. لكن احنا عشان نبقى فاهمين نبدأ نطلع الجزء كولابسة ده بالونش عشان غالبا مش يعرف نطلعه ونقطع. وليمسك تاني بالكلامب ونطلع ونقطع ونطلع ونقطع ونقطع وهيكذا. هنفضل التشغلين لحد ونطلع جزءو كولابسة كله. بس طبعا كل ده واحنا قلتلين البير فاحنا مش خايفين من اي ببيشار يبقى فوش للن نحن بقى شغلين شبه يعني. بس فااااة. كده احنا خلصنا السلسلات يا جماعة. شوفكم ان شاء الله السلسلات جاية. دي بتاعتين اللي كنت شغال منها. ماشي واكتر حاجة شغال منها كانت آآ ارامكو المانيول بتاع ارامكو مفيد جدا لو حد عايز يقص عليه. في حاجات بجد جميلة جدا. فتشوفكم ان شاء الله الكورس الجاي. كان معكم مصطفى جمال. آآ السلام عليكم.